السلام عليكم اليوم نشاهدنا نتحدث على الـ LOD أو Level of Development أو Level of Detail بحيث ان انا مثلا ممكن يكون واحد طالب منه ان انا صمام للمشروع كبير فابدأ اخذ اللوح وابدأ اخلص ابدأ اشغل فيه واروح اعود مع اول قاعدة اقول له بص ان اعطت لك 4 شهور هوت سمام بطلق كل حاجة وامسك فيلاقي كل حاجة التفاصيل بس يبص يقول لك لا ده بشوى ده في دماغي انا مفكر في حاجة انا خالص فلازم ايه بقعد مع ايه قاعدة ادي له التسليم الاولنية يكون فيها تفاصيل ممتقية لو وفع عليها نروح للبعديها لو وفع عليها نروح للبعديها بمعنى واحد جالي قال لي صمام لي فيلا قلت له ماشي من عائلتني العايزة فيلا عادية ولا فيلا حاجة جديدة قال لا عايز حاجة محدش عملها بالكاتف فصممت له الفيلا على هي بطيخة وحطت له الغرف وحطت له الطرقة وحطت له الجواب والأكر وكل حاجة جاهز على التنفيذ هو بس كده قال لا حمرة قال لا انا محبش البطيخ والبطيخة حمرة انا محبش اللون اللحمة طيب ايه الحل لا اعمل لي شمامة تمام فتلاقي نفسك ان انت مضطر تعدل التصميم كله بينما الافضل ان انت تروح تعمل له هيكل البطيخة وفاضي قرعة تروح تقول له اراك في البطيخة يقول لك اه اكمل او لا انا مش موافق بعد كده تروح تعمل الا انت محبك لو وافق ايه تبال اتصاب التفاصيل كتيره وفي الاخر لا يكون شوء آخر على انا تعدل تفاصيل وتحل مشاكل وتعارضات وبعد كي اقول لك لا انا اصلا مش عايز تكييف مركزي انا عايز اسبلت بحيس ان انا عايز مثلا ان انا المكان دوت هبيعه فبش محتاج ان انا اصرت كتير على التكييف المركز تعال انا بص كده على الصورة بلاي عندي ايه بيقول لي مثلا الير ترمينال اللي يظهر في ال LOD 100 و اللي يظهر في ال LOD 200 و اللي يظهر في ال LOD 300 و اللي يظهر في ال الروة 100 لما تفهم عنه هدله مثلا ال LOD 200 يبقى بشديك الفلو ولا هديك الماتيريال ولا هديك المركز و كذلك مثلا كورتري نفس الفكرة المعماري الانشائي كل حاجات ديت تمام بتلاقي التفاصيل هيت الاستراكشرة في دامنج لو انا بحديك LOD 100 يبقى انا هديك ال Level وهديك ال MD Level بس بشديك الماتيريال بشديك المركز الحاجات ديته هدخدها مثلا في LOD 300 الصورة ديته هتلاقيها اسفل الفيديو هتسهر عليك شوية بحيث ان انت تبعارف انت متفي معالا ايه فهتسلمه ايه المرة دي يعني انا مرة ما كنت لسه بشرف الشركة و لديت المدير بيقول له ما انا عايز لوحة بتاعت السابورتات بتاعت تكييف لا هنسلمها في اول تسليمة يعني احنا لسه اصلا بنعمل حسابات وما فيش اصلا داقتات طلعة عساسة ان نحدد المسار عشان نحدد هتبقى السابورتات تعمل ازاي سابورتات ديته اخر حاجة خالص لا انا عايزة دلوقتي فعدم فهم ايه اللي بيسلم في اول مرحلة والتاني مرحلة ده بيعمل مشاكل تمام؟ هناك رح يشتري عربية لها بداء الودي 100 بسيطة facilitه بعد كده الودي 2000 قرر ان يجب تيوتا أو نيسان ونرحلة تيوتا فبدأت أعواج وتده ثاني قد دخل في الودي مثلا 300 بعد كده خلط بنزل يشتري في ايه اللي بداء 2009 كل مرة يبدأ يحدد تفاصيل أكثر مهم هو أن نكون متفقين على موضوع LOD وهيستلم إيه بدلا من نتخلق مع بعض ما هو LOD 100 LOD 100 هذا الكود الأمريكي اللي هو 222 سنة 2008 قال لك إحنا هنبدأ نشوف نعمل LOD بحيث أن نبقى سهل جدا نسعر تفصية مشروع ونسعر تسليم كل مشروع ونحدد وقت كل مشروع كل مرحلة يبدأ إيه ونسهل إن بعرفين مثلا دلوقتي إيه اللي مفروض يستلم وإيه اللي مفروض ما يسلمش ولو حد مثلا نقلم هسلم حاجة ومثلا استعبط ورح مندي حاجة تانية يعني هو مفروض يستلم مثلا اللي قدي متين وما سلمش الحوايد خالص فإنه ده نتكلم إزاي فقال لك إحنا هنصنف اللي قدي مثلا 100 ده هيبقى شكل شكل مجرد بس يوضح المكان إنه هبقى فين يعني هبقى فيه عمود هنا تمام بس ما فيش في أبعاد لي ما فيش مجرد بس عمود موجود ومجرد بس تعرفين فين عمود بعد كده اللي قدي متين هبدأ أقول لك بقى الارتفاع والاتجاه والحجم والصومك البلاطة وهبدأ أحدد لك شوات حاجات تمام اللي قدي 300 هنبدأ نحدد بقى الحجم والكمية والموقع العام والاتجاه المبنى والإضافة الطبقات والحوايط والحاجات دي كلها بعد كده ندخل في اللو دي 350 ده وصل بين 300 و400 بيبدأ حط فيه تفاصيل أكتر الربعمية بتدخل في شوك دروينجي وتدخل في الفابريكيشن وبقى فيهم علامات أكتر من حس تكلفة اللو دي 400 يبقى أنك كده خلاص بنت المبنى اللو دي 500 انت بترفع الرزمات من الموقع ممكن يكون مثلا انت عملت التصميم وأثنان التنفيذ لأسباب معينة عملوا حاجة مختلفة عن الحاجة اللي انت نصممها اللو دي 500 بتبدأ تقيس بتأكد ان الشغل الموجود دوت هو اللي موجود عندي في اللوح لو هو مش موجود بعد اللوح بحيث عندي لوح مطابقة للوقع بحيث لو انا عايز اعمل سيانة او حصر حريقة او حصر اي مشكلة عايز اعمل سيانة عايز اعمل فاسيلة management تبع عندي الحاجات ديت تمام طيب فيه فرق في الكود البريطاني او الكود البريطاني فيه فرق بسيط تمام ان هو بتسمية مختلفة فالكود البريطاني مثلا اللي هو اليوكي بيبدأ بلو دي 100 اللو دي واحد ده اللي هو الابل الكونسبت حاجة اسمها برايف ده مجرد بس ايه تفكير عام اللو دي 2 اللي هو بيساوي اللو دي 100 اللي هو بيبقى فيه الكونسبت بس هنفكر مثلا في الانشائي هنستخدم اني سيستم طب في التكييف هنستخدم اني سيستم اللو دي 3 اللي هو بيساوي في الابريكي اللو دي 200 بينحط تفاصيل اكتر بنبدأ نتفع عن الشغل ازاي وبنبدأ نحط مثلا كمية الفلو الشغل اللي هيبعمل ازاي بعد كاء اللو دي 4 هو اللو دي 300 في الامريكي بيبقى فيه تفاصيل اكتر نقرد من شوب دروينج بنحط كل تفاصيل احنا عايزنا بحطها اللو دي 5 اللي هي اللو دي 400 اللي هو شغل شوب دروينج كل تفاصيل موجودة بكل اطوال كل المعانومة احنا محتاجانها اللو دي شتة اللي هو بيساوي اللو دي 500 ده اللي هو الاسبلت تمام وبعد كاء مدخله على الو دي 7 ده بش موجود في الامريكي اللي هو عبارة عن ال الاسد انفروميشن موديل اللي هو الموديل اللي بيساوي في السيونة اللي بيساوي في عمل يعني ده بيبقى موجود خاص بالموديل اللي هو بعد اللي هو اسنان تشغيل اسنان ما انت شغيل بيبقى عندي موديل اسمه اسد انفروميشن موديل اللو دي سغل ده بقى في كل تفاصيل اللي انت هتشغل بيها في عمل السيونة ده فكرة اللو دي هتلاقى برضى صورة بتوضح شكل الموضوع ده ازاي اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط وربنا وفقكم ان شاء الله اشتركوا في القناة